أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الجهر أن يكون شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من مقصة أمشاج نبتنيه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأولا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان نزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنبل ويخافون يوما كان شره مستفيرا يدعمون الطعام على حبه نسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبر سنقا طريرا فلقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنة وهيرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودامية عليهم ظلالها وذللت حتوفها تبليلا ويطوف عليهم بآلية من فضة واكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان الزاج هازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم من دام مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منطورا وإذا رأيت تام رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم دياب شندس خضر ويستبرق وحل وساجر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشطورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تصدر لحكم ربك ولا تتع منهم آثما أو كفرا واتفر اسم ربك بكرة واسلا ومن الليل فصفت له وسبحه ليلة قليلا إن هؤلاء الحبود العاجلة ويدرون وراءهم يوءا تأملا نحن خلقناهم وفددنا عسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تدديلا إن هذه تذكره ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكما ندخل من يشاء في رغمتك والبطال إن عجلهم أجابا أليما ترجمة نانسي قنقر